تمهيداً لانطلاق مناسك الحج التي تقتصر على المقيمين في السعودية وبأعداد محدودة للعام الثاني على التوالي بدأ الحجاج بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء طواف القدوم وقد حالت هذه الظروف الاستثنائية دون تدفق ملايين الحجاج وبددت أمنيات كبار السن خصوصاً بأداء الفريضة بعد الدخار دام 16 عاماً استعدت سامية أحمد أخيراً للحج لكن تحديد أعداد الحجاج لعامين متتاليين بسبب كورونا يبدد أمالها وآلاف الآخرين بأداء المناسك خصوصاً مع تقدمها في السن وتراجع حالتها الصحية دفعت مقدمة حجز وقال لي خلاص إن شاء الله أنت معينا السنة دي في الحج وحضري بقى حكتك وحضري نفسك وبدأت فعلاً أحضر حكتي وحضر شنطتي وحضر لبسي فجأت كورونا جات فجأت أني ما فيس سفر فجأت أني نفسيتي تعبت وشارك نحو عشرة ألاف مقيم في مناسك العام الماضي مقارنة بنحو مليونين ونصف المليون في عام 2019 فيما ستون ألفاً من سكان المملكة فقط الملقحين ضد فايروس كورونا يشاركون في موسم الحج هذا العام إلى جانب الدول العربية يشكل مسلموا البلدان الأسيوية نسبة كبيرة من الحجاج سنوياً لطالما كنت أتمنى أن أحج أتمنى الذهاب للحج ورؤية القبة الخضراء أشاهدها كل صباح على التلفاز وأرجو من الله أن نذهب إلى هناك في العديد من البلدان ينتظر أصحاب الدخل المحدود سنوات طويلة أحياناً حتى الانتهاء من ضغط مصاريف تعليم وزواج أبنائهم قبل التخطيط للذهاب للحج وكانت السلطات السعودية اشترطت هذا العام أن تكون أعمار الحجاج بين 18 و65 وأن لا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة